يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون السلام عليكم سبايا كيفكم شو اخباركم طلوني عنكم ان شاء الله تكونوا بألف خير انتوا عبتشوفوا فيديو اليوم بكل وقت رجعت لكم الفيديو جدير ان شاء الله تكون فيديوهاتي عبتعجبكم وخلينا نبلش هون الفيديو يا سبايا هيك عبارة عن يومي الله ما صلى عن النبي كانت بنوتي منامشتي على جاته فسويت اللي جاته على السريع طبعا هون ما حطيت له ابدا لا صص شكولة ولا كريمة شنطة ولا اي شي لاني ساويت المرة الماضية متل ما شفتوه انه بكريم الشنطة وهيك فزوجي قال لي انه ساوي لي مرة الجاي سادة وبسم الله ما شاء الله ساويتلون يا هيك متل ما لكم شايفين عن جل طلع الفرجة بس عندي عاب واحد بالفرن يا سبايا انه عندي الفرن ميل فكل ما ساويت جاته او بس بوسة او كل انواع الحلو فبحس انه ميل بيصير كيف ده لكم ارقم الميل فهد العزر عندي بالفرن يعني هو ميل يعني كيف ده لكم على طول كل ما اساوي بيطلع هيك شوي منطرف ميل لا شوي بيطلع انه نافش هلله انا هون مكونات مو متل كل ميل لما بساوية انتوا اكيد المتابعيني شايفين فيديوهات ماضية انا بساوي حجم يعني حجم اللي جاته كتير انه حجمه كبير مش هاني روح يومين ثلاثة بس هون ساويته على السريع انه هيك صغير متل ما شايفين وعنجد طلع كتير طيب وكتير هاش لاني هالمرة حطيت فيه اللهم صلي عن نبي رشة تخلي التفاح بس ما انه راحت هاي اللقطة هلله بالفيديو وهلله انا ممكن للاوقات انه بحط خلي التفاح عارفته والله انا جربته بالله ما صلي عن نبي بالبيتزا بعجينة البيتزا ساويته لما ساويت الطريقة الماضية فعنجد خلي التفاح عطى كتير طراوية وطلع قلب البيتزا بابيض يعني كتير طيب وهالمرة كمان حطيت انه هيك رشة صغيرة بقلب الكمان اللي جايته فهون هيك الصباح شربت قهوتي متل ما لكن شايفين بعدين قمت ساويت بيض للصغار هلله حسب مو كل يوم بس لقوا بيض احيانا مثلا بنوتي بتطلب زيت وزعتر بتطلب كيف دا قلكن زبدة وشوكولات اي شي بس هلله زبدة وشوكولات مو عطول انه بلف في الصباح لاني بتضر لسنان يعني من الفائة من الفائة فهون طلبوا بيض مسلوق وهن مو كتير صحب مع البيض المسلوق بحبوا البيض المقلي اكتر بس هون انه ساويت بيض مسلوق انه انا باكل وهن بيأكلوا بنفس الوقت فهيك لفيتلهم متل ما شايفين صندوش حطيتلهم عليهم خضرة خص بنادارة نعمة الله وعنده تطلعوا كتير طيبين وهي صندوشة الصغيرة اللي ابني محمود الله يحميه يحمي لكم ولادكم بعدين اخر شي جبت خبزي الاسمر تقريبا نصر غيف عالتمام متل ما لكن شايفين حطيت معلقة حمص وحطيت فوق بيضة مسلوقة وبنادارة وخصة والحمد الله رب العالمين يعني الصندوشة كتير طيبة وعن جد مش بيع يعني بتشبع لاني فيها خبز وفيها بيض وهون هيك متل ما شايفين بلشت انه اساوي لقاته وهي البوزة عن جد كتير بحبة يعني تبدأ لكم اذا باكل منا كل يوم انه ما بقصر بس بصراحة ما باكل انا كل يوم يعني كنت هلا قبل اكل كل يوم بصراحة بوزة بس بعد الحمية مشامعت وهيك فالبوزة مرة بالجمعة هي يعني باكل عارفتو كيف فبس كل يوم كل يوم لا ابدا ما باكلة فهون انه بعثت بنوت تيمونة الله يحميها يا رب يحميكم لاتكل راح جابت لنا بوزة فقلت خليني اكلها بعدين ما ببلش بشغل جاته هلا اللهم صلى عنهم كما شايفين خفقت البيض مع السكر مع الفانيليا والبكنج بودر او بيكم بودر متل ما بتقولو له فخفقتن شوي بعدين حطيت كاسة حليب هلو انا كلت كل المكونات بهاي متل ما اشفتوها يعني هاي كاسة حتى ما متطلع وحطيت كاسة حليب وحطيت اللهم اصلي عن نبي كاسة زيت مازولة وخفقتن كتير منيح هلو فيكن متل ما قطلكن من قبل بامكانكم تحطوا برش الليمون او برش البرتقان عن جد بيعطي طعم كتير طيبة يعني ما بيحب انه مثلا البيض كتير او هيك فهذا يعني هو ما بيصل له ابدا اذا انا اخد بيض بص يعني بيعطي طعم طيبة برش الليمون خاصة وبعدين خفقتن كلنا بعدين حطيت تقريبا ثلاث كاسات ثلاث كاسات الله مصلى عنه بطحين وهي هي كل مكوناته بعدين انه ضل بفرن على التمام نص ساعة يا صبايا اكتر بشوي لاني انا الفرن عندي حامي يعني فما بطول ابدا بشغل من تحت بعدين من فوق ومتل ما اقول لكم انا عندي الفرن شوي مايل فهلا اذا بيان عليكم شوي قالب الجاتو مايل فهي العزر من الفرن عرفتو كيف يعني انا عطول لما بساوي قالب يعني بيطلع قلا ما يكون مايل شوي من هالطرف اكتر من هالطرف وهي هي مكوناته كلها والحمد الله عن جد يطلع كتير كتير طلع طيبة انه هي كصوصي جنب القهوة الصباح جدًب كما ترى أنه أخبئ قليلا من الفيديو على طرف فعزروني إذا الشي عبدا يقن يعني ما عبتصير الشاشة كاملة لأني والله عب ببين بالفيديو وقاط بالتصوير وما بعرف لش عب بحاول قدر الإمكان أنه ما أبين بالصورة عب أقرب الستند لقدام ببين ببعاد الستند ببين فعب أطار أخفي هالجهة اللي أنا فيها لأني كيف ده أقالكن بأغلب الفيديو عب ببين شي يعني يعني مني من الفيديو هيك فعب أطار أنه عفوا عب أطار أنه يعني أخفي ذي الشاشة فعزروني يعني إذا الشي إنه عبدا يقر شوفت الفيديو فهوني كما شايفين خلصت وعنجا طلع القوام ثلاث كاسات عدنا ما مطحين ممتاز يعني كتير كويس لأنه بتطلع أنه كيف ده أقالكن كتير سميك ولأنه كتير أنه خفيف يعني هيك تمام تمام مثل ما هيك شايفين حكوا لي يا صبايا بعدين اللي عايشين في تركيا الصبايا المتابعيني وين صارت أراضيكم اللي استعدكم في تركيا طلعتوا بلد تركيا لا نزلتوا على سوريا طلعتوا ع بلاد أوروبا هلأ أنا بصراحة أول يعني ما بلشوا السوريين يطلعوا بلد تركيا كتير نقيت على زوجي يروح على أوروبا عرفتوا كيف أنه يطلع على أوروبا بعدين يعملي شمل اللي والولاد فرفض يعني رفض نهائي وكتير حاولت معه أقنعه وروح يعني ومنستناك نحن هون أنا قلتش يعني أنه يعني فترة سنة ونص سنتين فلما سمعت أنه لا عبيضلوا ثلاثة سنين وثلاثة سنين ونص لحتى هلأ صايرة أنه لم الشمل كتير صعب مومة القابل بس رغم هالشي ضليت عب بنقق عليه بنقق عن جد ضليت فترة طويلة وهو رافض الفكرة يعني خلص يعني لا لا ما بده لا أني ننزل على سوريا لأني لا هلأ قاعدين هون حاليا فعب يقول لي أنه أنا ماني مستعد أروح على بلاد أوروبية لا سمح الله أنه ولادي أنه ما هيك هو هو هيك بيفكر أنه ولادي أخسرون أو هونيك كيف دا قالكون أنه ما أحسن أضل مراقبون أو كذا فقلت له يعني 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 مدان نحن خلص أنه فقرة وصلوا أهلا ونعمل علمون الصح والغلاط فهن أكيد أنه راح يضلوا قال لي لا إلا ما أنه يروحوا على مدارس إلا ما يتعلموا إلا ما تصير عندهم أفكار جديدة لأ هون خلينا يعني هون بلد إسلامي يعني لسه كيف دا قالكون عم نسمع كلمة الله أكبر فيعني رافض 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 نهائي خلص لا لا فهون أنا بصراحة يقست بالآخر يعني ما بقى أبدا أقول له أنه طلع على دول أوروبية أو روح بعدين قلت له شو رأيك تروع على سلطانة عمان هلأ صايرين أغلب السوريين كمان عم يطلعوا سلطانة عمان فلما سأل جوزي بدأ قلص كتير على هالشغلة فقالوا له الشغل هناك يعني موزية ده عرفتوا كيف يعني إذا المال واحد عنده رأس مال كبير وخرج يفتح مشروع كتير يعني منيح ونيك يعطيه مردود منيح فيعني طلعتوا موه إنه كيف دا قالكون موزية ده إنه مو منيحة أزاد يروح يشتغل على حساب حدا فحاليا يا صبايا يعني الله يختر لنا الخير في كل شي فشو بعدين الله يكيقاسم لنا وشو بيكتب لنا ما بنام نعرف يعني يعني كله خير من رب العالمين وأولا وأخيرا شو ما رب العالمين يختر لنا فبيكون الحمد لله رب العالمين على كل شي والحمد لله اللي استعطنا بخير وولادنا بخير والحمد لله هون يا صبايا كنت إنه مقلرة أساوي عجة مؤلية فبهنهار يعني أنا من الصبح فقط حاسي عن جد والله العظيم جسمي متكسر تكسير مثل ما بقولوا تقولوا يا صبايا حدا إنه كيف دقالكم بالعصايا إنه ضاربني أو هيك من كتر عن جد ما وجسمي متكسر فالله ما صلي عن نبي كنت أساوي عجة مؤلية حتى مجهزة غريضة وكل شي وهون من نقي البقدونس وغاصلته وكل شي إنه بس هي كده أبلش إنه فرم فعندي أنا فلامتي الكهربة منزوعة فأخذت فلامة من عنجارتي الله يا رزقه فالله ما صلي عن نبي بنتي جابتها فجيت يعني كيف دقالكم كبست الزر ولا الزر فرط يعني كيف يكتب الزر مع بعرفها وبقى تشتغل معي فهون اضطريت إنه أفرمه فعبدأ قال لي زوجي تليفون قال لي شو عبتها بقت العجة مؤلية بس كتير تعبانة يعني واقفة بالزور عبتها بصور وبشتغل فقال لي لا تساوي المؤلية ولا تساوي الشي ساوية مفروطة وخلاص أنا بحب المفروطة فهون يعني قلبت الشغلة كلها يعني شلت يعني هون العجة المفروطة بتجي كيف دقالكم إنه أهول من العجة المؤلية إنه بدي يضل الواحد يوقف يقلي يعني بطول يعني خصوصي هون عام يشي ثلاث بقت ونص بقت وناس يعني كيف دقالكم كمية منيحة فهون لا غيرت الشغلة كلها إنه ساويت عجة مفروطة كمان العجة المفروطة كتير طيبة هلأ أنا لما بدي أكل عجة يا صبايا بساوي بزيت الزيتون إليه يعني كلها بهوسها بزيت الزيتون أو بقلي بزيت الزيتون إذا أراز بس هون ساويت له يا زوجي إنه بزيت المزولة طبعا فحطيت هيك نقطة زيت مزولة وحطيت في رمت هيك شوية بصل وشوية توم وطبلت شوية بقدونس لحتى دبال بعدين طبيت عليه البيض وعن جد كتير طيبة وحطيت له ملح وبهار وعالوجه طبعا وشوية رشت إنه فلافلة هلأ هون أنا كنت عبا في روم بس هون إنه ما قلت لك إنه عجة مفروطة هون كنت أساوية إنه مؤلية بس هون لما جهزت وفرمت وكتش حطيته فوق بعض إنه بزي أحطت البيض وأخفقه فده قال لي زوجي حكى معي فقلبت الشغل كلا ساويت عجة مفروطة بس طلعت كتير طيبة ألي يسلم إيديكي وكتير طيبة ألي يعطيك العافية فكيف ده كل واحد يمشي حسب ظروفه يعني يعني عن جد الواحد أوقات يا صبايا وفيه الصباح ما له حال يعمل شي لأنه حتى والله العظيم فنجان القهوة بالزرل حتى الواحد يقوم يساويه ويشربه فالحمد لله على الصحة والعافية والله يديم الصحة والعافية علينا يا رب ومثل معيك كل فيديو يا صبايا خلينا ندعي الأهل غزي الله يفرج عليهم وينصروا النصر عاجل غير آجل ويا رب هيك يا رب يرحم شهداءهم وهيك يتغمدوا قلوبهم بالصبر والسلوان يا رب العالمين ويجعل شهداءهم إن شاء الله إن شاء الله بجنات النعيم وفردوس الأعلى بدي أسألكون يا صبايا كتبولوا بالتعليقات شو رأيكون بالله ما صلي على النبي بالمرأة اللي بتشتغل برا البيت اللي بتساعد مثلا زوجها أو مع إنه قصة بس تساعد زوجها إنه كيف ده أقلكن بتشتغل إنه هلا بقولوا إن المرأة اللي بتشتغل لا بتصير إنه نفسية بتصير إنه خلاص موصل لها مدخول موقع بتاعتها الزوجها بتصير هي الأمرة الناهية فأنا لا برأيي هالشي كله غلط يعني هلا أنا بالنسبة لقلي إذا اشتغلت المرأة يعني بجل البيت أو هيك كانت موظفة فبالعكس أنا الكتير بتكبر بعيني المرأة اللي عاملة بجل البيت يعني ما ضروري إن المرأة لما تشتغل بجل البيت والله لا تصير نفسية وما بقى شي يعجبة وهي بتحس حال إنه هي لعب تصرف على البيت وبتمنن زوجها يعني أنا هيك بس مع كتير خلق إنه فكرا عن المرأة بهالأسلوب هات بس أنا بالنسبة لقلي المرأة اللي بتشتغل بلا البيت والبتساعد زوجها أو مثلا ما بتساعد زوجها إنه تكون إلا مثلا كيف ده ألكن شخصية حلة مثلا إذا بدها شي تشتري تشتري من حالة فبالعكس أنا كتير بتكبر بعيني عن جد المرأة اللي بتعتمد على حالة طبعا المؤنة تحط كمان زوجها على طرف لا فكمان مثل ما هي إلا اختيار بالحياة زوجها إلا اختيار بالحياة طبعا كل هالشي بالنقاش فأنتوا كتبوا لي يا صبايا إنه بالتعليقات شو رأيكم بالمرأة اللي بتشتغل بلا البيت وتكون موظفة اللهم بسلع النبي هيك متل ما شايفين يا صبايا خلصت هيك العجة المؤلية ونأخر شي الحمد لله على نعمة الله وهون يا صبايا بيكون فيديو اليوم خلاص بتمنى يكون عجبكم وحبيتو يخليلي قلبكم وأمان الله